السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم دهام وقناة تأسهل أسرع الوصفات حباب قلبي أصدقاء القناة النهاردة معنا وصفتين تحلية سهلة جدا وسريعة ولذيذة وصفة كريم كراميل بأسهل طريقة ممكن تعمليها ومعنا كيكة الزبادي سهلة جدا وسريعة تابعوا الآخر الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل يوم وصفاتنا السهلة والسريعة أفكارنا الجديدة كل يوم وصفاتنا سهلة جدا وسريعة وإن شاء الله هتنقول إعجابكو تابعوا الآخر الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك وتفعيل الجرس معنا أول وصفة الكريم كراميل معنا نص كيلو من الحليب في طبق بقى تاني هنضيف بطين بالشكل ده كده بيدع وصفارة ومعلقتين سكر ومعلقة من العسل الأبيض ورشة فانيليا وهنقلب كويس جدا هنخلطهم كويس جدا بالشكل ده هننزل بنص كيلو الحليب بتاعنا واحدة بواحدة مع التقليب المستمر بالشكل ده كده معنا معلقتين كبار من السكر هنضيفهم على أي حاجة على النار متوسطة لحد ما يسيحوا ويتكرملوا معنا هنجهز بقى القارب اللي هنضيف فيه هنضيف فيه السكر اللي كرملناه وهنجيب المصفة ونصفي الخليط بتاعنا على السكر المكرمل بالشكل ده كده وحطين كباية مية تغليه على النار هنضيف القارب بتاعنا في قلب المية بالشكل ده كده المية ما تكونش محصلة وهنغطي عليه كويس جدا وهنسيبه لحد ما يستوي وهيكون جاهز معنا بالشكل ده كده سهل جدا وسريع إن شاء الله يعجبكو ودي كانت أول وصفة معنا الوصفة التانية كيكة الزبادي هنضيف بالطين اتنين كباية من الزبادي ربع كباية من السكر وكباية من النشا كباية مش مليانة من النشا وهنخلط كويس جدا جدا ومعلقة من البكنج بودر عليه وهنخلط كويس جدا جدا في القارب هندهنه زبدة وبعد كده هنضيف الخليط ونضيف عليه زبيب أو أي نوع مكسرات ونغطيه بالورق ونغطي عليه بغطى تاني وندخله الفرن درجة حرارة 200 لمدة ربع ساعة هيطلع معاك بالشكل ده كده إن شاء الله الوصفة تعجبك واشوفكوا فيديوهات قادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة